مرحبا معكم محمد خلف في هذا الفيديو بدنا نحكي عن rebranding لبارد من اسمه بارد لجيميني فجوجل حولوا الاسم لجيميني وضافوا له بعض الميزات وحكوا انه فيه application ضافوا على play store بس لما تيجي تفتح على اللينك اللي هم يعطيناك اياه رح يبين عندك كالتالي انه the gemini app isn't available right now وعالاغلب لو تفتحوا على play store كمان رح يعطيك غير متوافر في دولتك فهونا في الاردن مش متوافر بعرفش الدول العربية الثانية والحوالينا متوافر ولا لا فكل دولة ادخل زي ما كان بارد ممكن في امريكا والدول المتحدث في اللغة الانجليزية ممكن اليابان كمان اذا حدا عنده اهتمام في الموضوع نيجي هون على جيميني ونسأله شو بفرق اللي هي زي ما هذا السؤال does bard different from gemini اللي هو افهم شو بفرق عن بارد فهو هون بحكيلي I seem to have misunderstood the original question bard is different from gemini and since the both refer to the same ai tool the answer is typically no فهونا لما انا سألتوا بالاول حكال انه بفرق اسمنا بارد لجيميني والموديل كمان كان primary mina صار primary gemini pro ultra 1.0 هاي معلمات مش كثير مهمة بالنسبة لي بعد هيك فما بفرق بس اللي فرق انه لما تيجي جيميني upgrade فأعطوك نسخة زي كيف شات جي بي تي كان في جات جي بي تي 3.5 وشات جي بي تي 4 اللي في كل الاشياء تخيل اضافات فهو نفس الاشي في عندك اشتراك 14 دينار و 20 سنت 20 قرش في السنة هاله بالنسبة للجي دي تخيل دولار ممكن 20 فهونا كمان عندك بعطيك انه بتستخدم الالترا للموديل AI اللي هوم كمان فيه design highly complex task فلو تعطيه task ممكن تكون معقدة رح يعمل لك اياها بشكل افضل من البارد العادي او الجيميني العادي وعندك هون رح يعطيك 2 tera storage وراح كمان يكون available اللي هو على الجيميل والدوكس بس لسه مش موجود وكمان اتخيل ممكن انتك تستخدم الابليكيشن اللي اللي لهم other premium اللي هو هاي اللي بريميوم اذا بدك اياه ممكن تقرأها نرجع هون معناته بالنهاية الخلاصة انه ما بيفرق الجيميني العادي عن البارد وراح اعمل فيديو لما يفتح الابليكيشن رح اعمل فيديو لما يفتح الابليكيشن هيك بنكون خلصنا الفيديو اذا في عندكم اي مشكلة في البارد او جيميني ممكن تكتب في الكومنت سكشن اذا في عندك رغبة تحضر زيك فيديوهات ممكن تعمل لايك سبسكرايب ونشوفكم بالفيديو القادم جيدا نمائك جيدا اشتركوا في القناة